في ميدان شتلي بباريس الذي يستقطب ألاف الفرنسيين نظمت جمعية يورو فلسطين وقفة دعم للشعب الفلسطيني صلتت الضوء خلالها على معاناة شعبنا جراء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة كما عبرت عن دعمها وتأييدها لتقرير منظمة العفو الدولية والذي صنف جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بأنها جرائم فصل عنصري رسالتنا اليوم هو التعريف بتقرير منظمة العفو الدولية وإظهار تفاصيل الأوضاع في فلسطين لأن وسائل الإعلام العالمية لا تتحدث عن ذلك مع العلم أن التقرير مهم جدا وصادر من أكبر المؤسسات الموثوقة في العالم ولكن مع ذلك الإعلام لا يتحدث عنه لذلك نحن هنا أعتقد أن الإسرائيليون لا يجب أن يكونوا في فلسطين لأن فلسطين يوجد فيها شعب يعيش منذ قرون ولا هم الحق في أرضهم لكن المشكلة أن إسرائيل دولة سارقة فهذه إكرام وهي ناشطة تعمل على التعريف بالقضية الفلسطينية وعادلتها التي يحاول الاحتلال إخفاءها وتحث الفرنسيين على مقاطعة المنتوجات الإسرائيلية وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي على الساحة الدولية وفضح جرائمها أتطوع في مؤسسة يورو فلسطين منذ عام للتحدث عن فلسطين وندعو لمقاطعة الشركات الإسرائيلية مثل تيفا ونعرف بتاريخ فلسطين لأنه ليس جميع يعرفه وعندما أشاهد ما يحدث في فلسطين من جرائم إنسانية لا تقبله كعربية وكذلك كمسلمة المشاركون في الوقفة طالبوا الحكومة الفرنسية والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف عمليات التهجير القصري للفلسطينيين في القدس المحتلة والعمل الجادي على وقف الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الأسرة بالإضافة إلى فرض عقوبات فورية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي يؤكد المنظمون أن إقامة هذه الوقفات والفعاليات تساند وتدعم صمود أبناء شعبنا الفلسطيني على أرضه إبراهيم لحموز تلفزيون فلسطين باريس